أسواق الأسهم وصلت إلى مستويات قياسية مش بس بالولايات المتحدة شفنا أن دونالد داكس سجل مستويات قياسية وغيره من المؤشرات وكلها هذه على وعود الحزمة التحفيزية التي ستأتي أو تمرر بالكونغرس الآن مع انتخاب بايدن والآن أتى بـ 1.9 تريليون مرة تانية رأم كتير كبير وبرغم الشكوك بعد الأسواق ما تنعى أنه رح نوصل لمستويات قياسية وعمليات شراء مستمرة أديش مع مجال الأسواق برأيك من هون وطلوعه صحيح صحيح الخطة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة الجديدة أو الرئيس المنتخب جو بايدن لم تكن بالخطة البعيدة عن الأسواق أو لا تعرفها كانت الأسواق هي نفس الخطة التي كان قدمها الحزب الجمهوري أو الحزب الديموقراطي خلال الفترة الماضية ورفضها الحزب الجمهوري في مجلس الشيوك لكن المفارقة هنا أنهم أضافوا موضوع الألفين دولار بشكل دائم أو بمتفعات مباشرة للأمريكيين بينما سيكون المبلغ النهائي هو حوالي تقريباً لألف أربع مئة دولار وذلك بعد احتساب الستمائة دولار التي تم دفعها قبل حوالي تقريباً الأسبوعين من الآن لذلك الأسواق تعرف ما هي هذه الخطة مسبقاً ومسعرة أيضاً في الأسواق كذلك الأمر هذا الشيء الذي أدى إلى تراجعات في الأسواق الأمريكية على الأقل خلال جلسة تعاملات يوم الجمعة في البداية لكن الملفت كان أنه إعادة الارتفاعات وإغلاق الجلسة أو جلسة يوم الجمعة على تراجعات طفيفة جداً على البسبة أو على الأقل منسبة للدوجونس حوالي تقريباً سبعين نقطة إلى متى من الممكن أن تستمر هذه الأسواق بالارتفاع على الأقل لدينا حتى نهاية هذا الشهر لدينا قرار بنك الاحتياطي الفدرالي والذي من المتوقع أن يكون له الكلمة الأعلى سواء سنشهد المزيد من الارتفاعات في الأسواق الأمريكية أم لا لأنه هناك موضوع مهم جداً على الفدرالي أن يعالجه للأسواق وهذا الشيء الذي ذكره جيرون باول أو رئيس الاحتياطي الفدرالي جيرون باول على إحدى القانوات خلال هذا الأسواق بأن موضوع العوائد على السندات لا زال مبكر جداً الحديث عن موضوع التايبرينج أو موضوع تخفيف التسير الكمي لذلك هذا الشيء الذي من المتوقع أن نشهد المزيد من الإجراءات أو المزيد من التصريحات من قبل الفدرالي مع نهاية هذا الأسبوع وفيما لو بالفعل بدأ الحديث عن عدم وجود تخفيف برنامج التسير الكمي حتى نهاية العام هذا الشيء الذي من الممكن أن يعطي إشارة كبيرة للأسواق بأنه لدينا المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة وقد تكون أيضاً ارتفاعات كبيرة أو حتى جنونية بالفعل هو الكلام الآن بسوء منه رغم أنه الأس ان بي طالع سبعين بالمئة بآخر عشر تشهر وهي تعتبر طبعاً هالطلع الأوية لكن الانفلوز على سوء الأسهم بعده بالرغم من أنه ارتفع كثير بآخر شهرين من 2020 بعده لا يقارن بكميات الأموال التي خرجت من أسواق الأسهم بفترة الثلاث سنين الماضية وبالتالي يمكن يكون بعد فيه قدامة طلوع ذكرت العوائد على السندات ما هو مصير العوائد على السندات رأيناها تتخطل 1.1 و 1.2 تقريباً الأسبوع الماضي وانتهت حوالي 1.0 شو نتوقع الآن على أي مستوية ممكن شوفة الدول على مدار الأسبوع الجاي السيناريو الذي يحصل في العوائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات على الأقل هو تقريباً نفس السيناريو الذي حصل في عام 2011 والتأثير الأكبر كان نوعاً ما على الذهب أي نعم ارتفعنا إلى مفوق حوالي تقريباً 1.1 في المئة بينما استقرينا فوق هذا المستوى لأكثر من أسبوعين وفوق متوسط 55 يوم على مدار أيضاً اليومي حتى هذه اللحظة لمدة أسبوعين هذا الشيء الذي يعتبر نوعاً ما سلبي لأسعار الذهب هذا ما شاهدنا أيضاً خلال الأيام الماضية لأسعار الذهب وخلال جلسة تعاملات يوم الجمعة كذلك الأمر يشير بأن سوق السندات لا يسعر المزيد من الأموال من قبل الفدرالي على الأقل يسعر أنه سنبقى في نفس الرينج أو في نفس البرنامج المتواجد حالياً الذي هو حتى هذه اللحظة بحسب الفدرالي هو برنامج تيسير كمي مفتوخ غير محدود لكن خلال الفترة المقبلة وبالتحديد مع نهاية هذا الشهر وقرار الفدرالي الأمريكي هذا الشيء الذي قد يغير المعادلة بينما فيما لو استمرنا بالعوائد على السندات بهذا الشكل وفوق مستهلة الواحد في المئة هذا الشيء الذي نوعاً ما قد نشهد بداية نوع من الضغط على الأسواق من جهة وإذن بداية ضغط حتى على أسعار ذهب بشكل أكبر مما شاهدنا خلال الفترة الماضية ولن نتحدث عن انهيار أو تراجعات كبيرة جداً في أسعار ذهب كما حصل في 2011 لكن مشابهة من الممكن أن تعود بأسعار ذهب على الأقل حتى مستهلة 1700 دولار هؤلاء الذين يقولون بأنه يمكن وصلت الأسواق الأسهم إلى مستويات مرتفعة حان وقت عمليات البيع حان وقت أن نرجع عن الصحح يشيرون أيضاً لارتفاع منكررات الربحية لكن ما رأيناه وسبعناها الآن من البنوك الأسبوع الماضي كلها سجلت أرباح أو نتائج إيجابية بالربع الرابع من العام الماضي وأرباحها كانت تحديداً بالرسوم التي على التداول وما إلى ذلك فهلأ عم نبدأ نشوف الأرنينجز عم تتحسن فمعناته النسب رح تتحسن يعني هنا كفتين الميزان معاً وين التوازن حيصير الشيء كان ملفت بالنتائج ومعظم أي نتائج منوك حتى الآن هي بالفعل كما ذكرت هي موضوع الفيز أو موضوع الرسوم وأيضاً التريدينج فيز أو بالنهاية بالتحديد هي الأموال التي أو الكميشنز أو الرسوم التي يدفعها الأشخاص العاديين لموضوع التداول في الأسواق الأمريكية والعالمية بشكل عام الشيء الثاني هو موضوع كمان أيضاً لننسى موضوع الكاتين كوست أو انخفاض التكاليف بسبب وجود الكثير أولاً من عمليات التسريح من جهة واثنين هو موضوع الأوبريشن الكوست أو موضوع التكاليف التشغيلية بسبب أنه أصبح لدينا العديد من الأشخاص في البنوك يعملون من المنزل بشكل دائم وليس أيضاً من المباني أو من مكان البنك هذه من جهة الجهة الأخرى أيضاً موضوع أنه لدينا بالفعل نوع من الانفلو بشكل كبير جداً للبنوك لموضوع التداول في الأسواق الأمريكية والتداول في الأسواق العالمية لأنه حتى معظم الشيكات التي تم الإعلان عنها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية العديد ذكر بأنه الغالبية العظمى من هذه الشيكات ستذهب من جديد للحسابات الأمريكية للتداول فيها في الأسواق العالمية وفي الأسواق الأمريكية بالتحديد كما حصل خلال الشيكات الأولى وهذا الشيء الذي ذكرته أيضاً أحدى الشركات أو شركات التداول المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك خلال الفترة المقبلة والمزيد من نتائج البنوك ستعطينا أيضا مزيد من هذا الموضوع أو هذه الإشارات على الأقل وحتى الدلالات كذلك الأمر الملفت كان لدينا أنه بالفعل لدينا ارتفاع كبير على موضوع الاستثمار من قبل البنوك في التكنولوجيا جي بي مورغن لوحده كان حوالي تقريبا 900 مليون 300 مليون منهم كانت أعلى من ما كانت عليه السنة الماضية وهذا الشيء الذي لازال أعطى أيضا موضوع الكريبتو أو اللي هي العملات المشفرة بعد الزخم بالتحديد خلال جلسة تعاملات يوم الجمعة وعودة تعودها بعد بعض الخسائر من بين القطاعات التي شهدناها تسجل أيضا نشاط عن جديد وفيها حركة ممكن كمان تكون نوعا ما مش كتير طبيعية اللي هي قطاع الفارما طبعا الارتفاع بالشركات اللي عم بتساهم بإنتاج اللقاح مفهوم ومعروف لكن لا شك بأن القطاع كله عم بيستفيد من الوضع اللي نحن فيه صحيح سيولة عالية جدا في هذا القطاع الكثير من الشركات المعروفة وهناك شركات أكثر غير معروفة تتحدث عن أنها تقوم باللقاح هذه الحالة ليست بالجديدة بينما هي موجودة في سوق الأسهم الأمريكية على مدار عقود هناك العديد من الشركات التي تدعي بأنها تقوم بلقاحات ضد مرض السرطان على مدار سنوات ويتحدثون بأنهم بدأوا التجارب السريرية بينما عندما يذهبون إلى موضوع أيضا أو إلى مرحلة الفيز الثالث أو المرحلة الثالثة تعلن هذه الشركات عن أنه لم يكن هذا اللقاح أو لم يكن هذا الدواء صالحا للاستخدام البشري أو حتى صالحا لعلاج هذا السرطان كذلك الأمر نشهد حاليا في موضوع فارس كورونا لكثير من الشركات التي لم نكن نسمع عنها أسهمها كانت بما يعرف بأسهم كانت بحوالي 10 سنة أو 20 سنة تعلن أنها تقوم بالعمل فقط بمجرد الحديث بأنها تتحدث أنها نقوم بالعمل على لقاح لفارس كورونا بغض النظر لا يوجد داتا أو حتى لا يوجد أي نوع من المعلومات عن هذه الشركة ترتفع الأسهم بأكثر من حولة تقريبا 2 إلى 3 أو حتى في أحد الشركات وصلت إلى 160 دولار بنفس الجلسة قبل أن تعود للتراجع وتقول بأن هذا اللقاح غير فعال سنشهد أو شهدناها وسنشهدها خلال الفترة القصيرة المقبلة لكن تبقى شركات كل من مديرنا لدينا فايزر أكثر الشركات التي حتى هذه اللحظة على الأقل أفضل مديرنا خلال هذا العام أعتقد أنه من الممكن أن تكون فرصة شراء مع كل تراجع حتى بفايزر على الرغم أنه فايزر لديها نوع من المشكلات لكن تبقى مديرنا يمكن الأفضل في موضوع البيوفارما على الأقل خلال هذا العام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة